حددت وزارة التربية آليات وطرق محددة لتقييم الطلبة في كافة المراحل التعليمية عبر منصة التعليم عن بعد التي تم تزويدها بمواد تعليمية إثرائية وبرامج وسائل بصرية وسمعية تحفيزية ومحتوى تعليمي متكامل يقدم بشكل مدروس من قبل الكوادر التعليمية نعم لكل مدى تعليمية آلية خاصة في عملية تقييم الطلبة والتي تعتمد على مدى تفاعل ومشاركة والتزام الطلبة أثناء الحصة إضافة إلى حل الواجبات والاختبارات التقويمية القصيرة منصة ليست قائمة على شرح الدروس فحسب إنما أتاحت الفرصة للتفاعل بشكل مباشر بين المعلمين والطلبة وإثراء الحصص التعليمية عبر وسائل وبرامج بصرية وسمعية وتقييم التحصيل العلمي للطلبة بطرق متعددة أشوف أن برنامج تيمس من إيجابياته طور من أداء المعلم والمتعلم يعني أنا لاحظت من خلال حصة الدراسية الطالبات مشاء الله مبدعات ومتميزات ساعدوا المعلمات في ابتكار موضوع التحفيز موضوع المشاركة الصفية الصحيحة لأن في بعض الطالبات يخافون يحاتون أبلا مفاهمة أبلا أخاف أن الدرجة أو عدم المشاركة تأثر على التحصيل الدراسي على سبيل المثال مادة الحاصوب طبعا مادة الحاصوب في المرحلة المتوسطة مادة أساسية مادة الحاصوب عليها مئة درجة المئة درجة المقسمة ما بين التقييمات والممارسات والمشاركة الصفية والمشروع آلية تقييم الطلبة عبر المنصة الذكية تختلف من مادة تعليمية لأخرى ويتم تحديدها بناء على معطيات المواد التعليمية مثلا لمادتنا اللغة الإنجليزية نعطيهم ثلاث مواضيع مقترحة وتختار الطالبة موضوع واحد وتكتب تقرير عنا بعشر درجات أيضا الواجبات من الأشياء المهمة في التقييم لها نسبة عشرة بالمية أيضا الواجبات عندنا أربع تقاييم إلكترونية اختبارات قصيرة إلكترونية كل اختبار بخمس درجات فيكون المجموع عشرين درجة أيضا المشاركة والتفاعل أثناء الحصة الافتراضية مهم جدا أما بالنسبة لمادة الرياضيات في الحصص المتزامنة يتم تقييم الطلبة على عدة معايير وركائز محددة بالنسبة للحصص المتزامنة طبعا يتم تقييم الطالب أثناء الحصة على البنود التالية اللي هي الحضور والمشاركة والتفاعل وبند الواجبات وبند التطبيقات طبعا هذه البنود عليها سبعين بالمية تقريبا من نسبة درجة الطالب عندنا اللي هو بند التقييمات عليها عشرين بالمية عندنا بند المشاريع والتقارير عليها عشرة بالمية درجة الطالب رح تحسب لأمية درجة منصة افتراضية خلقت فرصا للطلبة لاكتساب مهارات البحث عن المعلومة في أي وقت والاعتماد على النفس واللجوء إلى وسائل تعليمية متعددة لما أبو علاوي تلفزيون دولة الكويت